بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة لسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك وخلال البرقية قال وزير الداخلية إن رجال الشرطة سيبذلون المزيد من العطاء والتضحية تحت القيادة السياسية الحكيمة في سبيع لرفعة وازدهار الوطن الغالي ورخائه كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة لرئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة بهذه المناسبة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبرقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وبعث برقية تهنئة للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية الفريق أول محمد زكي كما بعث توفيق برقية تهنئة لرئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسام عسكر وبعث برقية تهنئة لوزير الأوقاف محمد مختار جمعة كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للقيادات والضباط والعملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام